يعني في البداية أبدأ من تقديم بغداد لشكوى لدى الأمم المتحدة بعد يومين من القصف الإسرائيلي لإيران كيف تقرأ المشهد؟ أنا أعتقد أن العراق قبل ما جرى في فجر يوم السبت كان قد أعلن بأنه العراق لن يقبل أن يكون جزءاً من ساحة المعركة التي تشهدها المنطقة وبالتالي هو يرى أن أي دخول في أتون هذه الأزمة سيولد أزمة أكبر وعليه أنا أعتقد أن العراق حينما ذهب إلى تقديم مذكرة هو كجزء من حقه القانوني خاصة أن العراق بالأساس أضو دائم في الأمم المتحدة وبالتالي هذا يعاد انتهاكاً للسيادة العراقية إضافة إلى كل ما تقدم أنا أعتقد أن العراق قدم هذه المذكرة بعد ما يقال 36 ساعة من أجل التأكد في طبيعة اتهامات إيرانية بأن إسرائيل استخدمت الأجواء العراقية لضرب المواقع الإيرانية إضافة إلى كل ما تقدم من العراق لم يقف في موضوع عند هذا الحد بل ذهب إلى توجيه رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية كونه يرتبط معها بإتفاقية الإطار الاستراتيجي التي من واجبها جزء لا يتجزأ فيما يعرف بموضوع حماية الأجواء العراقية من خلال توقيع هذه الاتفاقية نعم طيب سيد عصام هل يمتلك العراق اليوم السيطرة الكاملة على أجوائه؟ وإذا كان ذلك هل بمقدوره اليوم التصدي لعمليات الاختراق والتي تحدث من مختلف الأطراف؟ يعني أولا من الناحية العملية دعونا نتذكر حينما نعود حتى لأوج لحظات قوة العراق في ثمانينيات القرن الماضي الطائرات الإسرائيلية اخترقت الأجواء العراقية في حزيران عام 1981 وبالتالي ضربت موضوعات ما يعرف بمفاعل نووي العراقي في منطقة التويثة التي كانت تبتعد 11 كيلومتر وبالتالي لم تقرأ آنذاك صفارات الإنذار ولكن بعد مغادرة الطائرات الإسرائيلية كان هناك إطلاق لهذه الصفارات نحن نتحدث بالتحديث عن فاصل زمن ما يقارد 43 سنة ولذلك نجد أن إسرائيل تمتلك من القدرات الفنية المتطورة سواء كانت طائرات الشبحية أو شبه الشبحية لكي تخترق كل المجالات الجوية سواء كانت العراق أو إيران أو غيرها ولذلك أعتقد أن العراق إلى الآن لم يستطع أن يبني منظومة عسكرية متكاملة منظومة دفاع جوي متكاملة حتى ما ذهب إليه في توقيع عقود مع عدد من الدول التي ذهب سواء كان كوريا أو دعني أقول حتى موضوعة مع روسيا إلى الآن لم يذهب لا بالتزويد بمنظومة صواريخ S-300 ولا S-200 ومع العلم حتى هذين المنظومتين هي لا تستطيع أن تكشف الطائرات الشبحية إلا منظومة صواريخ S-400 الروسية وبالتالي هذه روسيا لديها تحفظ في موضوع منحها إلى حلفائها فكيف بالعراق الذي لا تحتفظ بعلاقات متقدمة جدا معه لذلك العراق لا يمتلك هذه المنظومة من موضوعة الكشف والتعقب لكل اختراق جوي ترجمة نانسي قنقر